بمراكش افتتحت أشغال الدورة الثانية للملتقى المغرب البيوتيبي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والبحثين والمهندسين والخبراء المغاربة والدوليين التظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 350 مشاركا يمثلون شركاء وهياك المماثل عبر العالم للتعريف بالتجربة المغربية في المجال البيوتيبي هذا اللقاء سيسمح لخبراء من مختلف التخصصات بتبادل معارفهم وتجربهم في مجال الهندسة البيوتيبية في أفق تطوير هذه الشعبة ورفع مختلف التحديات على الصعيدين المهني والعلمي كما يسلط الضوء هذا اللقاء العلمي المتميز على مساهمة التكنولوجيا البيوتيبية في خدمة الصحة ويجمع كافة التخصصات التي تتمحور حول الهندسة البيوتيبية قصد المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الجاري للمنظومة الصحية بالمغرب التظاهرة العلمية تساهم في تعزيز الروابط بين الفاعلين البيوتيبيين على صعيدين الوطني والدولي وتشكل أيضا فرصة لإبراز الدور الهام الذي تتطلع به الأطر التقنية ولسيما المهندس البيوتيبي في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية